عبد الحميد أبعود أو أبو عمر البلجيكي المبحث عنها كمشتبه به رئيسي في هجمات باريس الدامية ترديه القوة الأمريكية الفرنسية قتيلا بعد مداهمتها فجرا وبالأسلحة الثقيلة لشقة سكريكا في ضاحقة ساندوني في باريس عملية المداهمة جاءت بعد أن خلصت التحقيقات إلى أن أبعود المتشدد البلجيكي الشاب الذي يتفخر بشن هجمات في أوروبا باسم داعش ليس في سوريا كما كانت تعتقد أجهزة المخابرات الفرنسية بل يختبئ في إحدى الضواحي الباريسية لم نتلقى أي معلومات من دول أوروبية يمكن أن يكون قد مر بها أبعود قبل وصوله إلى فرنسا حتى السادس عشر من ونبير الجاري أي بعد هجمات باريس وهو التاريخ الذي أشارته جهاز مخابرات خارج أوروبا إلى أنه توصل بمحلومات تؤكد تواشد أبعود في اليونان تفاديا لوقوع هجمات أخرى أكدت الشرطة الفرنسية أنها ستسمح لأفرادها بحمل السلاح في غير نوبات العمل مع ارتداء إشارة خاصة لحماية المدنيين ما دامت البلاد تطبق حالة الطوارئ كما تعهد الإليزي بمواجهة الإرهاب بكل قوة لكن من دون التخلي عن قيم ومبادئ جمهورية فرنسا نحن في حالة حرب في هذه الفترة يجب أن نكون حذرين أن نبقى كما نحن فرنسا لا يجب أن تخسر نفسها لكي تكسب الحرب فرنسا ستواجه الحقد بالأخوة سترد على الإرهاب بقوة القانون ستواجه المتعصبين بالأمل تتواصل التحريات والمدهمات في وقت تحذر فيه فرنسا من تحرض البلاد لهجوم كيموي أو بيولوجي من قبل شماحات الإرهابية بدورها تتوقع منظمة الشرطة الأوروبية أن تتعرض أوروبا لهجمات جديدة من توقيع داعش بعد هجمات باريس خطر محتمل دفع الحكومة الفرنسية إلى دعوة شميح الدول الأوروبية إلى تبني إجراءات لمشاركة المعلومات بشأن ركاب الطائرات لحماية الأمن الجماعي